بسم الله الرحمن الرحيم المقال الحادي عشر بعنوان الأخوة والصداقة الموسمية بتاريخ تسع وعشرين ستة الفين واربع عشر الأخوة والصداقة الموسمية نوع غريب من المعرفة والصداقة هو موجود ومعروف من قديم الزمان ولكنه الآن أصبح هو الأوسع انتشارا بين الناس من هذه الأجيال بعض الناس حينما توجد بينكما مصالح يقابلك بالكلام والسلام والاهتمام كأنك من جملة أهله وأصدقائه المقربين فتصدقه فتصدقه وهذا إنما يكون في ظاهره فقط وهذا إنما يكون في ظاهره فقط وفي باطنه أنت غريب عنه وإنما قربتك له المصلحة فقط وإنما قربتك له المصلحة فقط فإذا انقضت المصلحة وانتهت عرفت قيمتك عنده عرفت قيمتك عنده وانتهت تلك الهالة التي كان يحيطك بها من البشاشة وطول السلام وكثرة الكلام ودوام الاهتمام وتأكد لك أن هذا الاهتمام كله كان إحساسا موسميا يرتبط وجوده بوجود المصلحة يرتبط وجوده بوجود المصلحة فإذا انقضت المصلحة انقضى الاهتمام فإذا انقضت المصلحة انقضى الاهتمام وطار وصار طويل السلام اختصار فإذا انقضت المصلحة انقضى الاهتمام وطار وصار طويل السلام اختصار فإن أبديت له شيئا من العتاب وشكوت له طول الغياب أخبرك بأن كل إنسان فيه ما يكفيه وبأنه لا يريد أن يشكو لأحد بكلمة من فيه عن كل الذي فيه وأخبرك بأن كل إنسان فيه ما يكفيه وبأنه لا يريد أن يشكو لأحد بكلمة من فيه عن كل الذي فيه مع أنه أيام المصلحة كان يتبعك كظلك ولا يتوجه في حركته إلا برأيك مع أنه أيام المصلحة كان يتبعك كظلك ولا يتوجه في حركته إلا برأيك ولا يستشير في خصوصياته غيرك وإن أشعرته من حالك كأنك حذرته وهددت بالابتعاد وهجر ما كان بينكما من الأخوة والصفاء والوداد قال لسان حاله هذا شيء يرجع لك وأنا دائما في انتظارك حتى تأخذ قرارك وأنا دائما في انتظارك حتى تأخذ قرارك وهذا يحدث كثيرا وهذا يحدث كثيرا بين الأصحاب والإخوة والأحباب إذا سبق معيار المصلحة غيره من المعايير الأخلاقية والإنسانية وهذا يحدث كثيرا بين الأصحاب والإخوة والأحباب إذا سبق معيار المصلحة غيره من المعايير الأخلاقية والإنسانية وهذا النوع عليك أن تستمر في تقديم الخير له حبا في الخير لا حبا فيه وهذا النوع عليك أن تستمر في تقديم الخير له حبا في الخير لا حبا فيه ولا تقاطعه حتى وإن قاطع ولا تقاطعه حتى وإن قاطع ولا تتقرب منه لأن في التقرب منه إهانة لك ما دام لا يعرف قيمتك ولا يعطيك قدرك ما دام لا يعرف قيمتك ولا يعطيك قدرك وإن جاءك في حاجة فبالغ في قضائها له اسمع وإن جاءك في حاجة فبالغ في قضائها له ولا تنتظر منه كلمة شكر ولا تنتظر منه كلمة شكر فهذا النوع من الناس فهذا النوع من الناس مثل الدنيا من سعى إليها فاتته ومن نأى عنها أتته فهذا النوع من الناس مثل الدنيا من سعى إليها فاتته ومن نأى عنها أتته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته